اهلا بكم مشاهدين الى ملفات بانوراما لهذه الليلة وهذه هي العنوين الامم المتحدة تتراجع عن اتهام الشرعية اليمنية بالفساد ضغط نوسي يمنع نشر تقرير يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن حدثان يثيران تساؤلات حول حيادية المنظمة الدولية في ادارة الازمة اليمنية في تصريحات غير مسبوقة في حدتها السيسي يهدد برد يتردد صداه في المنطقة اذا تم تهديد امن مصر المائي فيما اثيوبيا ماضية في الملء الثاني فما هي السيناريوهات المتوقعة اذا تمسك كل طرف بمواقفه منذ اندلاع الازمة اليمنية وحتى الان تثار كثير من التساؤلات حول حيادية الامم المتحدة في الملف اليمني ولعل قضايا عدة اثيرت مؤخرا تأشرب وضوحة لذلك لا سيما اتهمات اممية سابقة للحكومة اليمنية بشأن التورط في عمليات غسيل اموال وفساد فريق الخبراء الاممي تراجع عن هذه الاتهامات ما يلقي بظلال على ما وصف بالوقيع بين الحكومة الشرعية واقوى داعميها وهي السعودية لم نكد ننتهي من هذه القضية حتى جاءت اخرى كتسريبات عن تقرير اممي يؤكد مسئولية الحوثيين عن هجوم مطار عدن في ديسمبر الماضي والذريعة ان روسيا ضغطت على المنظمة الدولية لمنع نشر هذا التقرير مرة اخرى طبق مثل هذه الملفات وغيرها تثير التساؤلات حولها وحول حقيقة ما يدور في اروقة الامم المتحدة بشأن اليمن ولمناقشة هذا الملف ينضم الينا من القاهرة السيد علي السراري مستشار رئيس الوزراء اليمني وينضم الينا من باريس ايضا ضيف بانوراما السيد مجيد بودان المحامي المتخصص في القانون الدولي اهلا بكم على شاشة العربية هل يمكن ان نتساءل بداية حول كيف تقيم الحكومة اليمنية في ظل تطورات الاخيرة دور الامم المتحدة التي من المفترض انها ضمير المجتمع الدولي لفهم ما يحدث سيد سراري كيف يمكن تقييم ذلك مساء الخير لك سيدة رشا ولضيفك الكريم وايضا للسادة المشاهدين طالما كانت الحكومة اليمنية تعبر عن استعدادها لدعم دور الامم المتحدة في اليمن وضلت خلال السنوات الماضية هي يعني تعمل جنبا لجنب مع الامم المتحدة من اجل ان يكون هذا الدور دور فاعل ومتوازن والحقيقة ان ما حدث هو ان حدثت هناك تقاوزات في عدة مراحل ربما كان اخطر هذه التقاوزات هو يعني ما جاء في التقرير الفريق الاممي حول الفساد وحول البنك المركزي اليمني ودوره في غسل الاموال طبعا هذه يعني عندما اعلن هذا في التقرير الاممي الحكومة اليمنية بادرت الى نفي هذا الموضوع وعبرت عن استنكارها لاطلاق مثل هذه الاحكام القزافية وبالتالي اعلنت تمسكها او التزامها بالشفافية وايضا قامت بتكليف شركة دولية شركة محاسبة دولية لفحص الحسابات وبشفافية كاملة لكي تتضح الحقائق بهذا الصدد وفعلا هذا ما تم وكانت النتائج فعلا كما كنا نتوقع منذ البداية ان هذه مقرد تهمة كاذبة لا اسس لها من الصحة وانها خديعة معينة مورسة والهدف منها هو الاساءة للحكومة اليمنية الاساءة الى سمعتها ومحاولة ضرب العلاقات اليمنية السعودية باعتبار ان السعودية الان هي الداعم الرئيسي تقريبا لليمن في كافة المجالات وبالذات في هذا المجال حيث ان اليمن اعتمد بصورة كبيرة على الوديعة السعودية التي مولت واردات اليمن من السلع المختلفة وطبعا كان هذا عملا هذا ما جاء في التقرير عملا كيديا نريد ان نتوقف عن هذه النقطة اذا سمحت لي سيد علي لانقل السؤال الى سيد مجيد قد نتفهم ان نطرف في هذا الصراع يتهم الطرف الآخر لكن ان تدخل الامم المتحدة على الخط وتقوم هي بتوجيه الاتهام لطرف بعينه هذا هو عملية الاستفهام الكبرى ثم تتراجع وتقول اننا ليس لدينا ادلة ما دلالة هذا الامر حول مصداقية الامم المتحدة في التعامل مع هذا الملف وبين كافة اطرافه اولا يجب ان لا ننسى ان دور الامم المتحدة هو دور اساسي في العالم وفي حماية السلام ولكن ككل جسد انساني يمكن ان تقع فيه اخطاء ولا يجب اذا وقع خطأ ان نتنكر للجسد بكامله ومنظمة الامم المتحدة تبقى منظمة مهمة جدا يجب الحفاظ عنها ولكن لا يجب ان نغض الترف عن الاخطاء التي تقع يعني هذا هو دور الامم المتحدة كذلك دور السعودية في عملية التمويل هذه هو دور اساسي لانها يعني انقطت الموقف من ناحية الانسانية ومن ناحية يجب ان ننظر الى البشر الذين لو لم تكن هناك هاته المساعدة لماتوا جوعا هذا لا يعني انه يجب ان نأخذ العملية برمتها ويجب ان نكون واعين بان كل عمل بشري يجب ان يخضع الى تحقيق والى تدقيق قام فريق الامم المتحدة بهذا ولكن وقع توجيه اتهام بدون ان تكون هناك ادلة وهذا خطأ ويجب على ان يقع محاسبة هذا الفريق والذين اقروا بنشر هذا التقرير وبالتالي هناك اجراءات داخل الامم المتحدة وهناك عمليات مراقبة تكفل ذلك لتتبع لماذا وقع هذا الخطأ هل هناك تلاعب وراء هذه العملية هل هناك ضغط سياسي هل هناك محاولة هذا ستكشفه الابحاث التي هي في سدد تحت الاجراء الآن بذا يجب ان ننظر الى هذه العملية ليس هناك دور من الامم المتحدة ضد اليمن او ضد اي فريق في اليمن الامم المتحدة تريد ان يبقى دورها دور يعني متوازن ولكن صار هذا الخطأ وهذا ويعني يجب ان ننظر الى الجانب الاجابي اننا قدرنا على كشف هذا الخطأ هناك تطور اخر لا يقل اهمية عما حدث وهو ان يتم منع نشر تقرير يتعلق بتحميل الحوثيين مسئولية الهجوم على مطار عدن ويقال ان روسيا هي من ضغطت على المنظمة الدولية لمنع نشر ذلك اذا الامم المتحدة هنا اصبحت تدخل في هذه التجاذبات الدولية والاقليمية وليست طرفا محايدا هذا هو الموقف الصعب الآن اطرح السؤال على السيد علي ثم اعود اليك دكتور لتعليق حول هذا الامر ماذا انتم فاعلون سيد الحكومة اليمنية كيف تتفاعل مع هذا الامر الواقع ان هذا التقرير الذي توصل الى هذه النتيجة فيما يتعلق بتحميل الحوثيين مسئولية الاطلاق الصواريخ على الطائرة التي كانت تقل الحكومة وأصابت قاعة الاستقبال في مطار عدن هذا التقرير هو مهم للغاية ونعتقد أن نشره هو حق للناس حق للضحايا وحق للشعب اليمني وحق للرأي العام العالمي أما التصرف بغير ذلك هو في الواقع تستر على القريمة والذي يتستر على القريمة هو بشكل أو بآخر مشارك فيها ولهذا نقول بأن هنا الحكومة اليمنية تطالب وبيضوح بفعلا نشر هذا التقرير وقعله متاحا أمام الجميع وأن يبدأ التحركات المسألة ليست فقط أن تطالب الحكومة اليمنية بذلك المسألة أن يكون هناك جهد دبلوماسي حقيقي على الأرض لتوضيح الصورة للمجتمع الدولي لأنك تعلم سيدي أن الصورة بالنسبة للمجتمع الدولي ليست واضحة حول طبيعة ما يحدث في اليمن هذا صحيح وأنا أعتقد بأن الحكومة اليمنية الجديدة ومن خلال وزارة الخارجية بوزيرها القديد هي الآن تقوم بنشاط واسع على الصعيد الخارجي ولا شك أن هذا الموضوع سيكون أحد أبرز المحاور للحركة الدبلوماسية خلال الفترة القادمة ولكن هنا أنا أحب أن أشير إلى أن حقب التقرير يعني ينبغي أن يواجه بموقف من الأمم المتحدة باعتبار أن حقب التقرير عمل عدائي بالنسبة لليمن حقب التقرير هو في الواقع مغالطة نعم سيد مجيد كيف يمكن لدولة أي أن كانت هذه الدولة أن تمنع تقرير يكشف حقيقة أي أمر حدث في العالم وليست الأزمة اليمنية وحده نحن أمام سلوك يبدو غريب للغاية يعني من ناحية القانونية البحثة لا يمكن لدولة أن تمنع تقرير يعني يصدر عن الأمم المتحدة لأن الأمم المتحدة هي هيكل جماعي ولا يمكن لدولة أن تتدخل لمنع ذلك الدولة أي في الدول الخامس يمكن أن يتدخلوا في إطار مجلس الأمل ليمنعوا بالفيتو قرار ولكن لا يمكن لهم أن يمنعوا أو ليمكن لدولة مهما كانت أن تمنع صدور تقرير ولكن يمكن لدولة أن تتدخل بلوبيات معينة وبطرق مختلفة وبطرق الجوسسة وبطرق الأشياء الغير مسموح بها قانونين أن تتدخل في ذلك وتعطل وترشي وتشتري وتضغط وهذا موجود ولكن لا يمكن أن نطالب لهذا موجود تاريخيا ولكن الحال أن وقع كشف وجود هذا التقرير هو شيء إيجابي يجب أن نأخذ الجانب الإيجابي من الأشياء فإذا ما نشر سيدي هو سرب لم ينشر وهذه هي النقطة إذا نشر فهذا أمر جيد ولكن التسريف في حد ذلك هو ردة فعل لمحاولة التمس لأن روسيا لها مصالح مع إيران والإيرانيين معهم مصالح مع الحوثيين والأمم المتحدة أن المصارد أنه ليس لها مصالح مع أحد لا تدخل في هذه التجاذبات الإقليمية أو الدولية هي طرف محايد يمثل ضمير المجتمع الدولي أريد أن أستعرض مع حضرتك بعض المواقف الخاصة بالأمم المتحدة حتى يبدو أننا نبحث عن فهم حقيقي لطبيعة هذا الضور وليست المسألة توجيه اتهامات ولكنها علامات استفهام حول طبيعة هذا الضور ننشر هذه التويتر الخاصة بموقف الأمم المتحدة حينما وصفت القيام بعمل عدائي أو إرهابي قالت أن مسلحون قاموا بهذا العمل ولم تسمي هذا الطرف بعينه نعلم أن الأمم المتحدة يجب أن تكون محايدة ولكن هذا الحياد لا يعني أن لا يتم تحميل الطرف الذي يخطئ هذه مسؤولية يعني في كل تقارير الأمم المتحدة الخاصة باليمن نجد عبارة وأرجو أن نستفهم الجميع مذنبون ما الذي يعنيه هذا الجميع نحن نتحدث عن أزمة من يطلق النار من يمنع المساعدات على المجتمع الدولي أن يفهم من يفعل ذلك ترجمة نانسي قنقر أعود إلى سيد مجيد لنفهم الأمر حينما تستخدم تعبيرات الجميع مذنب الجميع مسؤول أو مسلحون قاموا هذه العبارات التي تتسم بصفة التعميم في هذا الموقف هذا ليس حياد هي الطريقة الدبلوماسية يجب أن ننظر إليها من زاويتين الزاوية الأولى أن هناك ديناميكية لوجود سلام ولفرض السلام في اليمن لانتشال اليمن من هذه الفاجعة والنقطة الثانية من ناحية الدبلوماسية أن الأمم المتحدة لما تأخذ هذا الخطاب هي تريد أن تجلب كل الأطراف وخاصة الحوثيين في ذلك لأنه هو الطرف الغير شرعي تجلبه لكي يجلس على طائلة المفاوضات لم تفعل الأمم المتحدة مؤقتا ذلك لا أقول أن هذا الموقف يجب أن يستمر طويلا ولكن من ناحية الوساطة الدولية من مفاهيم الوساطة الدولية أن لا تكبل طرف إذا أرادت أن تجلبه إلى طاولة المفاوضات إذا هذا الطرف اقتنع أن المسؤولية وضعت عليه فإنه سيرفض الدخول في المفاوضات وسيستمر في الحرب وهذا ضد المواطنين وبالتالي من ناحية التكتيك الوساطة الدولية يجب جلب الحوثيين لإجلاسهم على طاولة المفاوضات وإطلاق المفاوضات حتى يقع وجود حل نهائي لهذه العملية والقرار السعودي الأخير في الموافقة على بدء المبادرة السعودية هذا التمشي في الحل والدعم المالي السعودي هو شيء مهم جدا ولكن أنا أطرح السؤال سيد مجيد من حق المجتمع الدولي أن يفهم من هو المسؤول عن الصراع في اليمن من الذي يجعل الحرب تستمر بهذه الصورة من الذي يؤدي إلى ضحايا من المدنيين من الذي يعوق عملية السلام ولا يقدم يده سواء كان طرف خاص بالتحالف أو خاص بالحوثيين نحن نبحث عن الحقيقة أين كانت هذه الحقيقة سيد علي أرجو أن تكون معنا في هذا الحوار لتشاركنا أيضا اسمح لي أن يكون معنا سيد علي نشاركنا في هذا الأمر طيب أنا أولا بهذا الصدد أقول أقول بأن يعني يجب أن نميز بين الدبلوماسية والمرونة وبين يعني التواطئ وإغفال الحقائق ما يقربنا للسلام ليس تجاهل الحقائق وما يقربنا للسلام ليس ممالأة الطرف الذي يمارس الانتهاكات والتغطية على هذه الانتهاكات بالعكس نعتقد أن هذا هو تشجيع لهذا الطرف ويعني يجعله يستمر في انتهاكاته وتعنته وهذا هو ما يحدث بالضبط في الواقع أن قلب الحوثيين بطريقة استرضاءهم بهذه الطريقة هو يعني شجعهم على أن لا يحضروا إلا بشروط وشجعهم أيضا على أن يعني يطلب يعني من العالم أن يكافئهم على مخالفاته وعلى أعماله الطائشة ولهذا نقول يعني إذا كان هناك جهود حقيقية من أجل السلام ينبغي أن يكون هناك قدر من الحزم قدر يعني من الاستخدام الرشيد لإمكانية الضغط على هذا الطرف الذي يمارس الانتهاكات بحيث يعني بحيث يكبر على أن يأتي إلى طاولة المفاوضات ولكن أيضا سيد علي هناك جانب يحمل الحكومة اليمنية مسؤولية المشهد الحالي وعدم مضوح الصورة بالنسبة للرأي العام العالمي لأن ليست هناك جهود دبلوماسية حقيقية يمنية على الأرض تظهر طبيعة ما حدث ماذا البعض يتحدث في وسائل الإعلام الأجنبية وكأن الحوثي لا يمارس عنفا وكأنه فصيل وطني في اليمن وكأن ليس هناك انقلاب تم على الحكومة الشرعية هناك مسؤولية إعلامية ودبلوماسية على الحكومة اليمنية لا تبدو أنها نجحت فيها حتى اللحظة هذا صحيح ونحن لا ننكر بأن هناك كان يعني في عملنا الدبلوماسي الخارجي قدر من القصور والإرباك ولكن أقول بأن الأمور الآن يعني ربما هي بعد تشكيل الحكومة الجديدة يعني تأخذ منحة جديد وفعلا صار لدينا حركة دبلوماسية نشطة واتصالات تقري ولكن أقول يعني ليس هذا فقط وحده يعني أنه فقط نلقي باللائمة على الحكومة بأنها مقصرة ولا تقوم بي ولكن كمان العالم هذا العالم الذي له الذي يراقب ويشاهد ويتابع يعني أيضا ماذا يعمل هذا العالم يعني أليس من مسؤوليته أيضا في أن يقول رأيه فقط ينتظر من يوضح له الحقائق واضحة وأنا أعتقد بأن الحكومة اليمنية أيضا توصل القدر الكافي من المعلومات والحقائق للرأي العام للرأي العام وللأطراف الدولية المختلفة لكن نلاحظ بأن يعني يعني عندما يكون هناك في خلل معين في دور الأمم المتحدة التي ينبغي أن تكون هي يعني المرجع وهذه نقطة مهمة هذه نقطة مهمة أشكرك على إثارتها سيدي وهذا هو أمر مهم من المفترض أن من يوضح الصورة للمجتمع الدولي وللرأي العام العالمي هي الأمم المتحدة تقول وبضوح من أشعل هذا الصراع من يقف أمام طريق عمليات السلام وتقديم المساعدات ومن هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الأمم المتحدة وهي وحدها المخولة بذلك صحيح صحيح الأمم المتحدة إذا لحظنا إذا درسنا كل تقرير الأمم المتحدة نرى أن الأمم المتحدة لم تعترف يوم من الأيام بأن الحوثيين هم سلطة شرعية هي السلطة انقلابية انقلبت عشرين واحتلت جزء كبير من بلاد اليمن وبالتالي صار الموقف عملي كيف نتعامل مع هذا الوضع المهم أن الحوثيين لم يكتسبوا شرعية دولية ويجب تسجيل ذلك والأمم المتحدة لم تعطيهم هذه الشرعية وبالتالي العمل الآن هو كيف نخمد نار الحرب وكيف نبني يمن جديد لو توجهت الحكومة اليمنية بعدد أسباب إلى محكمة العدل الدولية لخرج قرار من حكمة العدل الدولية كقرار نهائي قضائي يعني كحكم قضائي نهائي ولكن العملية في الأمم المتحدة هي عملية ديبلوماسية هذا لا يعني بالمرة تشجيع الحوثيين بالعكس فإن الأمم المتحدة لم تشجع الحوثيين الأمم المتحدة تنبذ تصرف الحوثيين وتعتبرهم سلطة غير شرعية ولكن تأخذ المجتمع الدولي ورأي العام الدولي يحتاج إلى قراء يعني حينما يكون هناك طرف موجود في المعادلة هذا الطرف يستخدم العنف والقوة ضد أهداف متنية كمطار عدن ويستهدف هذا المطار ويستهدف المسؤولين تصنيف هذا العمل يجب أن يأتي من الأمم المتحدة وليس من طرف غيرها صحيح هذا الوقع هذا على أرض الوقع هذا لم يقع إلى حد الآن على أرض الوقع وهذا التسريب تسريب هذا التقرير هو شيء مهم ويجب العمل على ذلك ويجب على الحكومة اليمنية والحكومة الشرعية والمجتمع المدني اليمني والحكومات التي تريد المصلحة لليمن يقوم بجهد أكبر في الأمم المتحدة هل تتوقع صروق مختلف لمارتن جلافت المبعوث الأممي بعد هاتين الوقعتين الأخيرتين هل نرى نهجا ربما يتحرك به الرجل بشكل مختلف صحيح أنه بدأ يتحرك بشكل مختلف ووضع هاته العملية بأجندته الخاصة والعمل سنرى هاته النتائج بشكل سريع الآن لأن المجتمع الدولي لا يريد القبول بل وضع في اليمن لأنه صار يهدد السلام في المنطقة نعم المجتمع الدولي يريد إيقاف ما يحدث في اليمن ولكن لابد للرأي العام العالمي أن يفهم من يتحمل مسؤولية هذا المشهد الذي يحدث في اليمن أيا كان هذا الطرف المهم أن تكون هناك إجابات واضحة حول هذا الأمر لأن هناك فطورة تدفع من المدنيين بغض النظر عن أي طرف يتحمل هذا الأمر ضيوف العزاء في ضيوف بانوراما لهذه الليلة السيد علي السراري مستشار رئيس الوزراء اليمني من القاهرة شكرا لك وأيضا من باريس سيد مجيد بودان المحامل المتخصص في القانون الدولي ترجمة نانسي قنقر